جوع بفعل اختناق الاقتصاد العراقي بأيد كثيرة منها ما تصنعه ايران من سيطرة محاصيل زراعية في السوق العراقية وفق محللين ومنه ما يفعله كورونا والوضع الوبائي المزدحم بصناعة مشكلات تأزيم الظروف المعيشية والصحية في العراق الذي يسجل في خانات الفقر والجوع اعلان صادم تكشفه وزارة التخطيط عن ارتفاع نسبة الفقر التي بلغت في اخر احصائية اعلنتها نحو 25% اي ان 10 ملايين عراقية اكلهم الفقر دون رحمة يظهر الرقم المخيف 3 ملايين عراقية عيشون اليوم ايضا في ازمة عدم كفاية استلاك الغذاء وفق برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة تعود الاسباب وفق خبراء الى ان العراق ما يزال يعتمد على النفط كرافد اساسي اضافة الى عجز مالي يلزم اتخاذ قرارات حكومية صعبة لمحاولة الخروج من عنق الزجاجة يشير برنامج الاغذية ان الدعم الذي قدم العام الماضي الى ما يقارب من 630 الف شخص في العراق ببرامج انسانية وتنموية وبرامج حماية اجتماعية منهما يقدم للأسر النازحة واطفال المدارس لكن في المقابل فان المرجوع على ابواب الحكومات المحلية والحكومة المركزية هو تبديل الواقع المعيشي الذي بات العراقي فيه حقل تجارب لسياسات تستهدفها دولة جارة او نفوذ داخلي او تناحر بعيد عن مصلحة العراقي في المرتبة الاولى من حسابات مسؤولين وهو ما قد يفاقم الارقام المخيفة لاتساع حواجز الفقر والجوع والحرمان اشتركوا في القناة